طيب نتكلم سويا بقى عن الكرة الأفريقية اللي بتهالي أنه في السنوات الأخيرة محدش قدر ينكر أنه الكرة أو خريطة الكرة في أفريقيا اتغيرت بشكل كبير جدا النجوم كتير طلعت منتخبات كتير ظهرت على الساحة أندية كتير جدا بعد ما كانت موجودة في الصورة بشكل مستمر وتظل الكرة الغنية واحدة من أهم المدارس الكروية في قارة أفريقيا طبعا البلاك ستاز وإن كان طبعا على مستوى الأندية طبعا أنا في تيك الزمين كان فيه أشانتي كوتوكو ده كان فريق مرهب وكان اللعب في غانا مع كوتوكو واحد من الكوابيس اللي ممكن تعدي على أي فريق في قارة أفريقيا هيكون معنا من خلال الفيديو كونفرنس الصحفي بإزاعة مترو أفقام الغنية نوهو آدمز هنرحب به طبعا في البداية أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي أشكركم شكرا جزيلا على استضافتي وأود أن أقدم خالص تعزي لضحايا حادث القطار الذي وقع منذ أيام فأنا أتعاطف معهم كثيرا وأقدم خالص تعزي للشعب المصري شكرا لك خليني أبدأ معك بمشوار المنتخبات أو مش مشوار لأنه أنا بشوف أنه كثير من المنتخبات خلاص حسم التأهلها زي ما مصر عملت في مباراتها الأخيرة ممكنني حسم التأهلها رأيك في المنتخبات اللي تأهلت للنسخة اللي جاية من كاس الأمم الأفريقية أعتقد كانت تصفيات ممتعة للغاية لدينا مجموعة من المباريات ولكن بشكل عام معظم المباريات ومعظم الفرق كنا نطاقع أن تتأهل منها مصر وتونس والمغرب وغانا ونيجيريا كلهم كانوا مطاقع أن يتأهلوا وقد قدموا مباريات رائعة الشيء المؤسف كانت أنجولا وتوغو والكونغو فكانت مبارياتهم أيضا مؤسفة للغاية وكانت مخيبة للأمال وعليهم أن يتعلموا من الأخطاء التي وقعوا فيها لكن معظم الفرق الكبيرة التي تأهلت كان من المطاقع أن تتأهل وقدموا مباريات رائعة من الفرق والمنتخبات التي لفتت نظرك بغوة في مرحلة التصفيات ومن خلال الأداء بتاعهم هل ترشحهم منها أو أنهم يكونوا المنتخبات الأبرز في نسخة الكاميرون 20-21 أعتقد هناك كثير الجزائر على سبيل المثال ستحاول الحفاظ على اللقب ولديهم أيضا لعبة مميزين للغاية وهم مؤهلين هناك أيضا مصر وهناك أيضا فرق كثيرة مصر غابت فترة ولكنها عادت مرة أخرى بصلاح وتريزي جي مصر أيضا قدمت مباريات هائلة في الفترة القادمة السابقة أقصد هناك أيضا جزر القمر غانا السنغال قدموا مباريات هائلة وأيضا الجابون كانت مباريات ممتعة للغاية إذا تابعنا المباريات الأخيرة كان هناك أو كان هناك أداء مميز لهذه الفرق لا يمكن أن نتجاهل أيضا جزر القمر وغانا والمباريات التي قدموها فقد حققوا إنجازات هائلة في الكرة الأفريقية وستطاعوا أن يطوروا من لعبهم أهم بالثلاث منتقبات من وجهة نظرك لديهم القدرة من خلال تقييمك لعدهم في التصفيات على تحقيق اللقب في النسخة اللي جاية أعتقد إذا سألتني يمكن أن أضم بالتأكيد الجزائر وهي تحاول أن تحافظ على اللقب وأيضا مصر بالتأكيد وهناك أيضا مصر ستقدم مباراها إلى أعتقد ويمكن أيضا أن ننظر إلى فرق أخرى وهناك فرق لديها تاريخ في البطولة في هذه البطولة وهي من أهم البطولات في أفريقيا لا يمكن أن ننكر مصر وهناك أيضا ساحل العاج فهو فريق كبير ويمكن أن يتأهل أيضا وإذا نظرنا أيضا إذا طريقة لعبه والخطط التي أتبعها أعتقد أن هذه الفرقة الثلاثة الجزائر ومصر وساحل العاج يمكن أن يقدموا مباريات هائلة وغانا مش من ضمن الفرقة المرشحة من وجهة نظرك؟ لا أعرف ولكن غانا ليست مقنعة بالشكل الكافي لأن غانا واجهت صعوبات وأوقات صعيبة للغاية وهي تحاول بناء الفريق الجديد لأنها واجهت مشاكل كثيرة جدا في الفترة السابقة بالتأكيد هي فريق كبير وستطاع أن يحرس في الماضي ولكنه عانى في فترات سابقة ومناسبة الكلام عن الكرة الغنية يمكن كنت بكلم في بداية اللقاء على أنه كتير من الأوقات كان بيبقى فرق من غانا بتنافس وحضرة وبتحقق وبتحرز ألقاب في بطلات أفريقية غابة الفرق الغنية وغاب فريق زي عشان تيكوتوكو الحقيقة كان واحد من أقوى المنافسين وبشكل ده يمكن بشكل خاص وبشكل عام يمكن بقى في السنوات الأخيرة ظهر بوضوح سيطرة فرق شمال أفريقيا على البطلات القرية من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب اللي قدت لده أعتقد ربما من الأسباب الأساسية هي التمويل إذا هناك الأهلي والزمالك على سبيل المثال تخطوا الكثير من الصعوبات واستطاعوا تفوق في مجالات كثيرة ولكن هناك مشاكل كثيرة يواجهها أو تواجهها الفرق في غانا منها التمويل لا توجد هناك أو لا يوجد سبل لتمويل الفرق في غانا لا يستطعون شراء لاعبين إذا نظرنا إلى الفرق في غانا وإذا حاولنا أن نقارنهم بفرق مثل بيرمز على سبيل المثال في مصر فهم لا يستطعون منافسة هذه الفرق من حيث التمويل لديهم مشاكل كثيرة لا يمكن المقارنة ولا يمكن المنافسة لأن مشكلتهم الرئيسية هي مشكلة تمويل في المقام الأول وهو ما يعيقهم في التقدم التمويل واحد يمكن من المشكلات اللي بتواجه الكرة الأفريقية كلها بشكل عام سواء على المستوى الأندية أو حتى على المستوى المنتخبات البنية التحتية ممكن تكون مشكلة تانية من وجهة نظرك بعد تولي الجنوب الأفريقي موتسيبي مسؤولية التحاد الأفريقي لكرة القدم إيه هي الأهم الملفات اللي تتوقع منه أنه يديها أولوية في التعامل وإيه هي المطالب اللي بيطالب بيها جماهير الكرة أو صناع كرة القدم بشكل عام في القرى الأفريقية أعتقد باتريس هو شخص أهم جدا ولديه شعبية كبيرة جدا في أفريقيا فهو كان رئيس أحد أهم الفرق في أفريقيا وهو يعتبر تاسع أغنى رجل في أفريقيا ولكن الكرة مختلفة هو بالتأكيد رجل أعمال ناجح ولكن الكاف شيء مختلف ولكن أعتقد هناك الكثير منتظر منه فالكاف هام جدا بالنسبة للكراءة الأفريقية وهناك الكثير متوقع منه فللأسف الكاف هناك الكثير من الفساد الذي يحوم حول الكاف يجب أن يتميز بالشفافية وبالمسئولية ويجب أن يعمل على تطوير الكاف وأن يكون كل شيء واضح أمام الجميع لديه الكثير من الأعمال ولديه الكثير من الشركات ونأمل أن يستطيع أن يمول الكاف وأن يكون لديه دور أكبر في تطوير الكرة الأفريقية بشكل عام لأنها مهمة ليست بالسهلة فهي مهمة هامة جدا بعد السنوات التي عانى منها الكاف من قضايا الفساد عليه أن يدخل الكثير من الإصلاحات وربما يدخل شركات أيضا للكاف لتساعد الكاف مرة أخرى للقيام بدوره المنوط به ليس معنى أنك رجل أعمال ناجح أن تستطيع أن تكون رئيس ناجح ولكننا نأمل أن يقوم بهذا الدور في الفترة القادمة أنا أؤمن به بقوة في الحقيقة وأأمل أن يقوم بهذا الدور في الفترة القادمة وأن يطور بالكاف و بالتالي الفرق الأفريقية بشكرك شكرا جزيلا أنه أدمز الصحفي الغني بزاعة مترو أفقام على التواصل معنا على شاشة الأهلي والحقيقة يمكن الكلام اللي أنت قلته أعتقد بيترجم طموح مشروع لكل جماهي الكرة الأفريقية صحيح عندنا مشاكل في التمويل عندنا مشاكل في البنية التحتية متخلفين إلى حد ما عن العالم المتقدم في كرة القدم لكننا بشوف أنه يمكن عندنا واحد من أهم العناصر المواهب العنصر البشري اللي بيتفوق لما بتتاح لي ظروف معينة وكثير من النجوم الأفارقة تقلقوا وأبداعوا ومنهم كثير حصلوا على أحسن لعبي أوروبا أو أحسن لعبي الدوريات الخامسة الكبرى عشان كده دايما حلب مشروع لكل الجماهية الكرة الأفريقية ويمكن نتشابه فده من حيث الظروف من حيث ضعف الإمكانيات مع أمريكا اللاتينية لكن هما بيتفوقوا بمراحل في مجال أحراز الألقاب لكن ده مش معناه أننا ما نفقدش أبدا الحلم في يوم من الأيام نحن نشوف منتخب أفريقي بيحمل لقب بطل العالم